اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتطلعات صاحب السموء الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين وشار اسم الشيخ ناصر بن حمد ان المملكة تسعى على الدوام لتعزيز مكانتها التنافسية وتوسيع شراكتها الاقتصادية عبر العديد من المشاريع التطويرية بما يحفز البيئة الاستثمارية ومواصلة تحقيق المنجزات على صعيد قطاع النفط والغاز والسعيد دائم لمواصلة اكتشاف كميات من الغاز مبينا سموه الى ان المشاريع الحيوية التي تم انشاؤها في هذا المجال تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة اضافة الى ضمان الحفاظ على مواردها والسدامتها والسمرارية مسيرتها التنموية الشاملة واضح اسمو الشيخ ناصر بن حمد الى اهمية توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والبترو كيمويات في ظل التقدم الذي تحققه المملكة في تنفيذ المشاريع الحيوية موضحا سموه ان قطاع النفط والغاز في المملكة يشهد تقدما كبيرا بفضل الابتكارات التقنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال من جانبه اعرباء الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة والدكتور عبد الرحمن جواهري عن خالص تهانهما الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة صدور الامر الملكي السامي بتعيين سموه رئيسا لمجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز مبينين الى ان رؤية سموه التطويرية سوف تساهم في مواصلة مسيرة ومكانة البحرين في قطاع النفط والغاز موضحين ان الشركتين سوف تمضيان في زيادة انتاجية قطاع الغاز ورفع مستوى الاداء فيهما والذي سعود بالنفع على الاقتصاد في المملكة